السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم على قناة فرنشاوي مع مسيو هاليد مصطفى في سلسلة مجموعات فرنساوي أونلاين في الفيديو ده هنحل امتحان شامل على الوحدة الثالثة الوثيقة الأولى عنوانها سيلين إيكري لنات دو سان ويكيند نيس سيلين بتكتب ملاحظاتها على الويكيند بتاعها اللي قضطه في مدينة نيس سامدي يوم السابت وهنا ديمانش يوم الحد وهنا مديني الساعات بالدقيق بتاعتها وكل ساعة اتصادها الاكشن او الحدث اللي حصل هنا الساعة تمانية تسعة ونص 11 ونص الظهر بالزبط الساعة 14 يعني اتنين بعض الظهر الساعة عشرين يعني الساعة تمانية مساء ويوم الحد عندك تسعة ونص تلاتة اربعة سبعة تمانية تمام وصولا الى مطار نيس الشمس في كل مكان بتناول القهوة في الشرفة بلاج شاطئ باندو صلي حمام شمس باندو ميغ حمام بحر يعني حمام شمس وحمام في الماء يعني جلاس على الفانيه ايس كريم بالفانيليا ديليسيو دي جنيه غداء شهي او لزيز دون زين بتي غيستو في مطعم صغير سيغلاميغ على البحر سواغي سامبا ساهرة جميلة افيك دي زمي مع صديقات اليوم الثاني توغا نيس جولة في نيس افلو بالدراجة وفوتو والتقاط صور بواسان اي شيبس سمك ويشيبسي بعد كده اشع دي سوفنيغ مشتريات للهداية التذكارية غتوغ الوتال عودة الى الفندق دي باغ اا باري الانطلاق الى باري كنتانت سعيدة او مبسوطة سيلين يتعليها نيس سيلين ذهبت الى نيس لان اول جزئية قالت الايغوبور مطار نيس انيس في نيس لطائق التقس يكون ممطر ولا مشمس طبعا قالت مشمس الشمس في كل مكان الساعة 11 و 30 دقيقة سيلين اخذت 11 و 30 دقيقة اخذت 3 حاجات كانت على الشاطئ واخذت حمام شمس وحمام مية يبقى هنا اخذت حمام شمس الغداء بتاع سيلين كان كان اكسيلون اكسيلون ليه؟ لان هي قالت ديليسيو دي جيني غداء شاهي او لزيز لديمانش يوم الحد سيلين عفية سيلين عملت هي عفية دي سيكليزم هي لعبة سيكليزم يركوب بدرجات لان اول جزئية كتالها توقع نيس جولة في نيس على الدراجة في نهاية الويك اند سيلين كانت يعني اي ارز يعني سعيدة هي كتبت اي فوق كنتانت يبقى كنتانت بتساوي ارز هما الاثنين صفاتين بمعنى سعيد او مبسوط سيلين في لما جزا سيلين اه عمل التسوق او تسوقت امتا؟ التسوقت الساعة اربعة يبقى ديمانش سواغ ولا ديمانش أبخيمي دي ولا سامدي أبخيمي دي ولا ديمانش أبخيمي دي هو يوم الحد طبعا بعد الظهر لان الساكنت اربعة ظهرا ما وصلناش لمرحلة المساء الوثيقة التانية عبارة عن كلام بتقوله ايما وكلام تاني بيقوله ماكسيم ممكن يكون الكلام ده مرسل من ده الى ده هنشوف صلو اهلا مواسي اما انا اما جسوي بلج انا بلجيكي جابت ابروج ساكنك مدينة بروج في بلجيك ما فيل منفيك مدينتي تكون رائعة الي اا بوكو دا ميزون يوجد الكثير من البيوت او المنازل دو la مام كولر زيت نفس اللون بلان اللون الابيض اي 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 تري بيل بلاس وميدان جاميل قدن بلاس يعني ميدان في بلجك في بلجك نهال نيرلاندي نتكلم هولندي الفرنسي الفرنسوي والألمان والألماني جو ترافاي دنزيME بوتيك دو شوكولا باشتغال في بوتيك شوكولا محل شوكولاة لسوار مساء جو تشات سور انترنت باتصاف بعمل شاتينج أو بداردش على الانترنت أعباد دي فرنسي معا فيرينسيون بوجود بخاتيكي لكي وماريس اللغة ماكسيم هيقول ساليو إما أهلا يا إما جابيت أليل دولا غيونيون أنا ساكن في جزيرة الغيونيون الاتحاد أنا بنشوفها الجزيرة دي في أي مكان في البحر أو في المحيط ستونيل مانيفيك هي جزيرة رائعة أمك سون بالبوركان اللي فيها و سي بلاج و شواطئها لزابطان السكان سون دوتة لنشونالتين من كل الجنسيات إل فيان دي كاتر پوان دي ماند پوان دي ماند اللي نقاط العالم لما هذه الاكسيبريسون دي على بعضه يعني جاي من كل حتة في العالم أو من كل الركن في العالم جيد قفاي دونزا مجازا أنا باشتغل في محل دوغ ديناتر محل كومبيوتر كومبيوترات إلوويك أندوويك أند جادور فاير دولا موتو بحب أركب الموتوسيكل إدهوسير فايرت أركب الأمواج إما إيهون ديزا دونزا نزين بوتيك إما تكون باقيع في بوتيك الجملة دي صحيحة أبروش في مدينة بروش طبعا الجملة غلط ليه لانه قال حطت الفرق بينهم حرف يعني حطت نفس الجملة ومغير حرف واحد فخلى الجملة غلط كل سكان الجزيرة بتاعت الوحدة او الاتحادي من اصل فرنسي طبعا غلط لانه قال من كل الجنسيات الجملة صحيحة لانه بيلعب حاجتين بيركب ركوب امواج وبركب الموتوسيكل مساء اما بختيك للمان بتمارس اللغة الالمانية على الانترنت الجملة غلط لانه قالت بتبعمل شاتنج مع فرنسويين عشان امارس اللغة بيحب الحياة في هذه الجزيرة طبعا لانه قال انها رائعة وجميلة وزي الفل يعني بالنسبة للمواقف صديقك يسألك اين الخرفان بتعيش بيحب الحياة في حزيرات الخرف والمائز اكدادي يسكنون او يعيشون في الريف سواء تسعة تسعة إنها مدة مقرر بالضبع التوجيه حمصه في حزيرات الخرفان وجميلة تسمى انه يسألك عن السبب هوا هالقي للمواقف توبري في حزيرات المستحيلة لديك اشترك في القصة على المكان والحيط والمكان 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 والمهيون يقولون ماذا تقولوني يسأل على المثالات الذي يتأتي الفوزين عن المعينة عندما يأتيه في السبب يقولون يمكن أن يكون معينة ويكونوا مرحبا وليس تسأل صاحبك أين تناول الغداء يقول تناولته في المطعم لتتكلم عن مهاراتك أو إمكانياتك أو الحاجات التي تعرف تعملها سأتقول أعرف أغضس في البحيرة أما جمع القواعد نقطة الكلب يعيش أكيد السؤال بأين أرثير اسمه ولد أرسل رسالة يجب أن يأتي بعدها وعاقل سأعود عنها بلوي جاري يكون خغول يتكسف هو لا يتكلم إلى أحدا لا يتكلم إلى أحدا هي يوم أو نهار في الريف هنا يستخدم يتكلم إلى أحدا ويبقى أبسس ويبقى أبسس هنا لا يوجد أحدا لأنه يتكلم مع أفوار يبقى أحدا لأنه يتكلم مع أحدا نحن نحن نريد أن نذهب لأنه يتكلم مع أحدا يتكلم مع أحدا يتكلم مع أحدا هاي بقى فيها تبعية مع نوع اللي هي فيها لأنه يتكلم مع أحدا لأنه يتكلم مع أحدا لأنه يتكلم مع أحدا لأنه يتكلم مع أحدا يتكلم مع أحدا لأنه يتكلم مع أحدا keeping أي شك langu جدي أن يتكلم مع أحدا لأنه يتكلم مع أحدا يهم sandwich مع أفغفة أنا أحب ذلك أطلوب في ر rodz veil الأطلاب يتكلم على خ Aur veggفة احب قضاء وقت فراغي. في الطبيعة او في الحقول او في الغابة. وممكن تقول بها كل كل الاكتفيتات اللي انت بتحب تعملها هناك. بحب اصبح في البحيرة. بالعب بالعقلة في الغابة. اوصف الحياة زي ما انت عايزها. ممكن توصف الطبيعة وتقول يوجد شم في كل مكان. الطبيعة تكون خادراء. الموضوع الثاني. انت بتصف votre journée. يومك في المدرسة. تتكلم عن انشطتك. الموضوع ده جاي من اول السنة وحرفيا. يبدأ ترميني ينتهي كور حصة. ترميني ينتهي كور حصة 8 ويربع. ki اللي أولي ينتهي كور الحصة الأولى تبدأ هاوك ويربع. تبدأ ساعة 8 ويربع. ينتهيي ينتهي كور عندي خمس حصص بعض task. الرفسحة تبدأ او 11 والمي ساعة 11 ونص. أتناول الوكبة الخفيفة في المطعم المدرسة أو صالة الطعام أذهب إلى صالة الوسائط التعليمية لإستخدام الموسيقى لكي أسمع موسيقى أحب اللغة أنجليز، فرنسي، آراب و العلوم أتستمتع الجيوغرافيا أنا أقرأ الجيوغرافيا يوم المدرسة ينتهي الساعة أربعة عشر الساعة أثنين أعود إلى البيت الساعة أثنين ونص كده أنا جوابت الموضوع باستفادة وكتبت جمل كتير اختار الجمل اللي أنت عايزها أشكرك شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته